السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اليوم راح نأخذ كيف نسوي مشروع جديد طيب نكبر الملف نسوي مشروع جديد أنا عندي مشروع أول سميته S الحين نسوي مشروع جديد مثلا نسميه First Program FP ونأخذ الكونسول Application لا نأخذ القويه الحين نأخذ الكونسول ونشوف كيف ننفذ فيه ثم نقول اوكي يفتح لنا هذه النافذة طبعا لو نفتح الاثنين نلقاها فاغية لان يكون التنفيذ FM View Messages هنا راح يكون ذي الملفات اللي هنا بس يعني راح يأخذ وقت شوية شو تكونني بعض الملفات وهذه أهم ملفين عندنا اللي هي PFC والFP اللي هو المشروع حقي وراح يستدعي ملفات من ال Pro Directory وراح يستدعي لهو أوامر التنفيذ هذي تقدرون تقولون انها زي الجار في الجافة اللي هو الملف F PFC طيب فنجي هنا نشوف على البال ما يخلص الأخ هنا عندنا طيب لسه ما خلص طيب فنروح عند الملف الأهم اللي هو هذا المين طيب نفتحه نلقى انه يسوي إنكلود للمين PH اللي هي هذي وراح يستدعي مجموعة من أو راح يسوي إنكلود لمجموعة من البكيج هنا طبعا هذي البكيج في هذا الملف اللي هو الف سي ملفات تنفيذية مثلا الف سي هذا أبلكيشن خلين نفتح هنا أبلكيشن إكسيكيوت وبعدين ياخذ يستدعي الإكسيكيوت بي اتش اللي هو هذا الملف وهذا يروح يسوي إنكلود للكور عفوا ومجموعة من الأوامر فهذا هو باختصار هذي اشياء خاصة لنفس التنفيذ نيجي هنا ما نلقى إنه يستدعي أي انترفيس وهنا ولا كلاسز وبرايبت كلاسز لكن هنا نشوف إنه استدعى إمبليمنت الإمبليمنت اللي هي هذي المين برو إنكلود مين برو في إمبليمنت اللي هو راح ننفذ فيها البرامج هنا في هذي هي المين برو طيب خلينا راح نشوف للإنكلود أول اللي هو الـ 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 راح سواله عفوا انكلوت خلاص اللي هو يروح على هذا الملف من هنا وبعدين يروح يستدعي لي اللي هو الكور طبعا الكور هذا هو اللي تقريبا كل البرنامج اللي ينفذ لك البرنامج بشكل كامل اذا حابين تقرونها يعني فيه اللي هو البرو كلاس هنا وهنا البرولوج البرولوج راح يسوي للget sum والبولين value يعني يسوي الاوامر التنفيذية الاساسية مثلا integer 46 value 64 value والريل والبايناري والش يسمونه الابجيكت يعني فيها اوامر كثيرة تنفيذية هذا هو اللي هو الكور ph نضع هنا وبعدين راح يسوي include للمين cl طبعا هذي اهم اثنين في اللي هو المين ph المين cl اللي هو الكلاس حق المين نسوي له هنا كلاس وهنا نهاية الكلاس هنا اسفل طيب هذي الكلاس اشي يسوي يقول لي open الكور راح يستدعي سوينا له include وراح ينفذ مجموعة من الاوامر وهين عندي البريديكيتس راح يسوي لي run للكور runable وراح نشوف اشي هذي الاشياء فنرجع لل اللي هو المين ph شفنا المين cl وشفنا الكور ph نرجع للمين package طيب شفنا اللي هو المين ph وشفنا مجموعة او مجموعة ايوة من هذه ال include ما علينا منها هام شي عندنا اللي هو المين برو اللي راح نسوي البرنامج فيه هذا فيها implement سميناها main رئيسية وهذا بداية implement وهنا النهاية وهذا goal اللي هو الهدف من البرنامج راح يسوي main execute راح يسوي run للمين يروح للمين اللي هو هنا ويلقى فيها clauses اسمها run او rule اسمها run ويجي هنا يلقى run فينفذ هذه هنا راح يسوي ايش هنا يقول لك replace your code هنا راح نسوي اللي هو اوامر البرولوك ميش يسمونه ذا البرولوك ف اللي يفاهم السي بلس بلس لكلسات راح يفهم طريقة استدعاء هذا ال الينا قريبة منها طريقة استدعاء الكلاسات مع بعض طيب فهذا بداية المين عفوا الامبلمنت مين يسوي اوبن للكور وراح يسوي مجموعة كلاسس اللي هو ما في الا رن وهنا المين راح يسوي يروح للمين هذي الامبلمنت وراح يسوي ويروح للرن ويسوي له التنفيذ وهنا اللي هو اوامر الرن اللي راح نسويها وهذي كلها كل الاثنين ذي راح يسوي لها رن هنا وبعدين يسوي له المين اكسيكيوت يعني راح يسوي له التنفيذ فهنا راح ننفذ الاوامر حقتنا وباختصار تقريبا هذي هي اهم الملفات اللي راح نشوفها في البرولوج طيب لما سوي انشاء انا سويت سميته fp الروح هنا في البداية لما نسوي نيو بروجيكت او نفتح البرولوج راح يطلبك انك تسوي اللي هو هذي ملف اسمه virtual prolog project اللي هو راح يخزن اللي هو البروجيكت حق اللي راح يسويها يعني زي مثلا هذا ال fp project راح ينشأها هنا جوة اللي هو ال virtual prolog project هذا جوة ال document ومن ال library's ومن ال document وعدين تتلقونها يوه طيب هذا مشروع سابق نجي هنا للمشروع حقنا enter راح نشوف هذي البرامج راح نخش على الاكسيكيوت هذا البرنامج حقي التنفيذ الفعلي اللي لما سوي رن او خلينا نرجع شوية لا نستعجل فهذا الملف حقي لي هو الPL في عندي هنا البروجيكت ايكون اللي هو هذي البروجيكت ايكون هنا هذي الصورة اللي قاعد اللي سوا الايكون يعني حقه البرنامج حقك هذا شكلها طيب ايش في اشياء ايوه هنا فيه اللي هي المني مني فيست اللي هو الملف ال xml راح يكون هنا في المني فيست طبعا ما في شي هنا مهم راح يهمنا فنقفل طيب فهنا لما نسوي له في الbuild لما نسوي له كومبايل عشان يشوف الاخطاء مثلا خلينا نحط هنا خطأ مثلا في المين مثلا خلينا نشيل هذي ال and اللي هنا هذي الفاصلة نشيلها ونحط اه dots اللي هو انتهاء راح يقول لي خطأ في اللي هو ال closes هذا ما له rule طيب نرجع نعدل مرة ثانية بعد ال and نحط نقطة اللي هو الانتهاء بعد الفاصلة بعد ال and عشان يطلع لنا البصفة نقول له yes نسوي save طيب x طيب هنا نسوي build كومبايل طيب لما نسوي كومبايل راح يطلبك انك تنزل تشتري النسخة طبعا ما 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 راح نستري النسخة وهنا راح يسوي لك ايش الكمبايل لو نلاحظ هنا قاعد يسوي كومبايل طيب طلع لي error في خطأ اه طيب نضغط عليه double click على syntax error عفوا نضغط عليه double click وشوف يحدد لنا الخطأ قاعد يقول لك هذه الفاصلة اه يعني خاط ما كانها خطأ لانه هنا في امر ثاني فلازم نشيلها عشان يصير and ينثد هذا الامر وهذا الامر في ذير rule فنقول x yes ونرجع نسوي build مرة ثانية عفوا نكمبايل عشان يشوف اذا في اخطاء ولا لا cancel ما نرون ما نرون طيب ف راح يسوي الكمبايل الحين خلاص build process file dot error طيب نكمبايل طيب وراح نسوي run ما في اي اخطاء فهنا راح يسوي كومبايل للمين ما فقاعد project تقول has been built خلاص انتهى بناء البرنامج وطلع لي النافذة التنفيذية طبعا ما سويت اي حاجة فراح يقول ان شاء الله ما يعلي ايوه يقول المين قول ما في اي ما في اي تمثيل في المين قول في اللي هو المين برو فباختصار في هذا الدرس ابغاكم تتعرفون على يو علك طيب ابغاكم بس تتعرفون على اللي هو البروجيكت واهم الملفات اللي فيها اتمنى انكم استفدتم من هذا الدرس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته